اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه معلومة امس هذه معلومة امس كنت وصل لك في الحديث وين احنا واقفين اليوم هل تحكيها في العامية ولماذا اتخذنا هذا القرار بالاضراب لنضع المشاهد بالصورة بداية دعني ان اعرض لك دور لجنة الاباء في قرى طلعة عارة انا رئيس لجنة الاباء في قرية في ثانوية مشرفة ولجان الاباء في قرى طلعة عارة هي عبارة عن لجنة واحدة تسمى اللجنة المحلية لقرى طلعة عارة لها لقاءات لها دراسات نجلس نتحاور نحن متكاثفون المصلحة واحدة المشكلة هي قد يجوز ان لا تكون في ابتدائية ولكن الممثل عن المدرسة الابتدائية موجود معنا ليتعاون معنا ليحل مشاكلنا لنحل مشاكلنا طبعا سوية تلقينا نبأ بشكل مفاجئ ان السفريات في السفريات الطلاب للثانويات ولإعدادية مدرسة سالم قد انقطعت وهذا طبعا بشكل مفاجئ ادى او يسبب اعاقة بالنسبة لنا فكيف لنا ان ننقل طلابنا بخطورة من مكان الى مكان في اللحظة الذي كان طلابنا متعودون التنقل عن طريق الحافلات فكانت لدينا جلسة طارئة وكان لدينا حديث مع الوزارات المختصة وزارة الداخلية وزارة المعارف المحاسب المراقب الذي اتانا بشكل مفاجئ والذي اتانا لكي يقتص من مزانيات التربية والتعليم لمجاحاته الخاصة طبعا وزارة الداخلية عندما تدخل الى مجلس مجلس محلي عندما عندما تقول الوزارة ان هناك وزارة الداخلية ان هناك عجز او ادارة غير سليمة حسب معتقدات الوزارة الداخلية فانها تبعد في محاسب المراقب والمحاسب المراقب عادة يعمل لصالحه اذا كان المحاسب المراقب اتا لكي يعمل لصالحه على حساب ميزانيات التربية والتعليم فهذا غير مقبول علينا نحن كلجنة اولياء امور الطلاب نحن نريد ان يكون ابناءنا في المدارس ان نحن لسنا مع الاضراب ولكن هذا كان الخيار الاخير لدينا طبعا اليوم اعدنا طبعا كان في عنا المدرسة الاعدادية مسمص والمدرسة الاعدادية مشرفة رجعوا الى مقاعد الدراسة نحن نتكلم فقط عن ثلاث مدارس حاليا الثانوية مشرفة الثانوية سالم والاعدادية سالم بنفس الوقت لان المشكلة الاساسية هي في المدارس الثلاثة التي ذكرتها توجهنا امس طبعا سيعرض لكم رئيس مجلس الطلاب المنتخب سيعرض لكم ماذا كان امس ماذا فعلوا امس في الكدس امام الوزارة كوسائل ضغط لكي نحصل على حقوقنا نعم استاذ محمد اكيد رح نحكي اكتر بالتفاصيل رح نحكي هيك في مقتطفات من البيان اللي صدر ايضا عن اللجان حمد نسمع منك بدورك رئيس مجلس الطلاب وهيك ذكر اساذ محمد كان لكم ربما وقف احتجاجية وهيك اطلقتوا صرخة بهذا الموضوع شو الخطوات اللي قمتوا فيها اتجهنا احنا مجلس طلاب البلدي في طالعة عارة اتجهنا للقدس امام موزارة التربية والتعليم وقفنا غادع منه زي وقف احتجاجية عشان نسمع الصوت من طبعا للوزارة وللناس اللي بتفوت بتطلع احنا حبينا نوجه هاي الرسالة رحنا كمية صغيرة بس مستعدين برضو نرجع بكمية اتجبر عشان صوتنا يسمعو اتجتر الاضراب هو طبعا اثر شثير على طلاب مثل حوادي عشر ثواني عشر يعني مثل انا طالب بحداش عندي هسا مثلا بقاريت لازم اكدم تقريبا اننا جمعة مضربين الاضراب طبعا مجاش يعني من الهوى الاضراب انه في طلاب فيش عندهم سفريات عشان يجوا على المدرسة اضراب يعني مش انه احنا نعمل اضراب لا بالعكس في سبب وسبب مقرع طبعا يعني انا مثلا اكيد يعني اي حدا برضاش انه مثلا بنت او ولد يجي يمشي يعني كيلو مترات كثيرة يمشي من داره للمدرسة مش مكبولة على حدا يعني غير كولي طالب مثلا طلع من داره على السبعة عشان نوصل على المدرسة على السبعة الصبح يعني حتى حالته النفسية تبكاش ملائمة حتى يوخد الدروس طبعا طبعا اي ابواب اضافية طرقتم ايضا طبعا ابواب المجلس طرقناها عشان يعني يحاولوا يساعدونا يساندونا هيت عشان نلاكي حل انه على الاقل حل صغير عبما نتمل هاي الفترة بس وبعدين نبلش بالحلول الاتبر عشان بنفعش انه نظل مضربين ونخسر مواد اكتر النا وللطلاب مواد اكتر وبتروع علينا مادة طبعا اكتر يعني فجاريت امتحانات مش مفضل انه واحد يظل بالضار وتروع عليه هاي المواد هل واحد من الردود كانت بالنسبة يعني اللي تلقطوها انه انتو اصحاب الاضراب فانتو اللي بتكنتو تأخذوا هذه المسئولية على عاتقكم اكيد يعني وصلكم هيك صلنا تشتير وانتقاضات تشتير طبعا انو الاضراب مش حل في شير طلابكو ييجي يقولولي احنا مستعدين ييجي ماشي او مستعدين يجيو اهلنا يوخذونا او يجيبونا جوابتهم جواب كتلهم يعني اذا انت ابوك مستعد يوخذك بجوز فلان وفلان وعلتان انو معندو مش وصيت انو ميقدروا يجي عالمدرسة في ابوي مثلا بطلعوا على الشغل بساعة عالخمسة الصباح بقدروش يجيو وصل اولادهم على المدرسة يعني بجوز الابو يوصل ابنه يوم يومين ثلاث كل عشر مرات بالشهر بقدرش انو يظل متواصل معه نعم نعم واضح سيد محمد ارجع لحضرتك يعني ذكر ايضا في البيان انو هذا القرار المؤسف يأتي بعد استنفاذ كافة الصبل لتفادي الادراب تعني نسمع من حضرتك يعني 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 عضو في لجنة اولياء الامور تحديدا في المشرف او بالتعاون مع باقي اللجان شو هي الصبل اللي حاولته فعلا اتباع على تتفاد الادراب يعني والجهات اللي لم تستمع الى مطالبك يعني ما خلت باليد حيلي غير اتباع هذه الوسيلة عندما تلقينا النبأ طبعا توجهنا لشركة البساط بتوجه رجاء خاص عن يمول ولو على حسابنا الخاص السفريات طبعا هو مول السفريات الشهر على حسابه الخاص بالرغم ان المحاسب نحن نتكلم اليوم اتكلم عن سياسة جديدة لوزارة الداخلية ادخلتها للمجالس التي يكون فيها عجز مادة او ادارة حسب اعتقادها ادارة غير سليمة انا اقول ساتوجه ساتكلم سابتعد نوعا ما عن اللجان لاتحدث ولو بشكل بسيط عن ما يسمى المحاسب المراقب نعم وزارة الداخلية كعلى ما يبدو لديها سياسة معينة انا اقول عندما ترى ان المجلس المحلي يبدأ في عجز معين في مرحلة معينة انت تعطيه ان يتوجه الى عجز اكبر ثم اكبر ثم اكبر ثم اكبر حتى يقع في الفخ ما هو الفخ ان تأتي بمحاسب مراقب وتتحكم انت في الامور انا اقول الوزارة الداخلية هي المسؤولة في الاساس كان عليها ادارة الامور من قبل وليس في اللحظات الاخيرة وتريد ان يدفع المواطن البسيط الثمن ثمن عجز معين نحن لن ندفع ابنائنا ثمن العجز لن ندفع ابنائنا ثمن المواصلات سأرجع الى شركة البساط نحن ببداية السنة الدراسية انتخذنا كل الطرق لمنع الاضراب لانه لم تكن هناك مواصلات اخذ على عاطقه شهر تسعة فشهر تسعة كل شهر تسعة كان في عنا مواصلات انتهى شهر تسعة بدأنا في هذا الشهر اخذنا على عاطقنا نحن كلجنة اولياء امور طلاب ان نمول ايام معينة من المواصلات ولكن الى متى نحن نتحدث عن خمسة الاف شيكل كل يوم نحن نتحدث عن حافلات 11 حافلة كل يوم فليس بمقدورنا ان نمول اكثر وصلنا الى طريق مزدود اليوم امام الوزارة وزارة المعارف التي عليها ان تمول وهي تقول ان المسافة البعيدة ابعد مسافة عن المدرسة هي 2.7 كيلو متر ويجب ان تكون ابعد مسافة هي 3 كيلو متر ولكن انا اقول اذا اتيحت اذا هناك رصيف او اذا هناك شارع او اذا هناك اتاحة نقول ان 3 كيلو متر حسب القانون هذا صحيح ولكن نحن نتحدث عن جبال ونتحدث عن شوارع منطقة غير مهيئة لان الطلاب يمشي بامان تضاريس منطقة وداخلون على الشتاء طبعا داخلون على الشتاء ونحن نتحدث عن الشارع وهو من اخطر الشوارع في اسرائيل وشارع 65 وشارع سريع طبعا وليس هناك الشارع ليس معد للمشاة وشارع للسيارات فكيف يمكن ان ينتقل طلابنا انا اريد ان ينتقل طلابنا انا اريد ان يصل الطالب الى المدرسة وهو مرتاح نفسيا لا يبدأ في رجل شمال في بداية يومه نحن نتحدث عن مدارس ناجحة في المنطقة طلعت على الثانويات هي من الثانويات الرائدة في البلاد نتحدث عن نسبة استحقاق عالية في البقروت نتحدث عن قيم واخلاق وتربية نتحدث عن مدراء ناجحون في المنطقة عنا نتحدث عن منافسة في كرة العطعارة المنافسة على باغلب الكرة المنافسة اليوم هي من لديه طلاب ناجحون من لديه طالب يتعلم في الجامعة من لديه طبيب من لديه محام من لديه اكاديمي هذه هي المنافسة نعم حمادة يعني صوتك يعني مفهوم القضية لكن الرسالة بدأت توجيها يمكن تكون لاذع بعض الشيء لكن هذا صوتك وهذا حقك شو ممكن تكون طبعا رسالتي هي انه بناشد اي شخص او اي مسؤول انه خلص انه زي ما كنا انه طلعونا برا احنا خلينا على جانب انه ما تدخلوناش بهاي الاشياء مصلحتنا وتعليمنا مش شرط يبكى على حسابكم انه احنا نتعرض لاذراب بالمدارس اذى النا انك طلاب بنادين بقول انه بلاش انه احنا نبكى معاكم خلونا احنا على جانب ولعبوا لعبتكم مع بعض احنا طبعا لكن انتو اللي بدكوا كمان التسهيلات انه تصب في ملعبكو فهقوا مش عم بتلاقوا هذا هذا الجانب فهذا ايضا نضال نضالكو يعني صح يعني احنا بس مشكلتنا مش بس بالبساط والسفريات مدارس طلعت عاره يعني بشكل عام عندها مواقصة كثيرة مثل مدرستة مشيرفة اعتقد فيش فيها مكتبة وفيش فيها قاعة رياضية يعني فيها في احتياجات يعني لناقصتكم احتياجات كثيرة ناقصت كمدارس يعني بالعدديات بالثانويات يعني انه احنا قاعدين منحاول عشان احنا نوفر هاي الاشياء مدارسة ما ما اعتقدش انها تبكى ملائمة يعني مية بالمية اكيد فيش مدرسة ملائمة مية بالمية بس يعني نسبة ملائمة مدرستنا كجو تعليمي بجوز يعني تحت النص كأدوات كمواد انه تساعد على تعليمنا يعني بلكيش هاي الاشياء اللي ملائمة لإلنا كطلاب فرسالتك الاخيرة بالطالب من طالب انه سمعونا وساعدونا وعطونا الاستحقاق اللي احنا نستحقوك كطلاب في طلع طالب ان شاء الله يا حمد وبإسم جميع الطلاب طبع طبعا حضرتك كممثل عنن وعن رأيا محمد كمان من حضرتك نسمع يعني الخطوات القادمة سريعا لو سمحت يعني حاليا مش شايفين تحرك جدي او رد مرضي متل ما ايضا نتكرته في بيانكو انا اقول لك اننا موجودون في مرحلة حرجة جدا نحن في مرحلة انتخابات والتوقيت الذي نتحدث عنه هو توقيت حرج نحن نريد ان نصل ان نقطع هذه المرحلة وطلبنا طبعا من الجهات المختصة ان يعطونا على الاقل ثلاثة اشهر لكي نحل المشكلة وبعدها وخلال الثلاثة اشهر نلاقي حل مع الرئيس الجديد المنتخب فهو المسؤول عن المرحلة الجديدة رئيس جديد يأتي في نشاط يأتي في خطط هو الذي سيحل المشكلة نحن نريد ان تحل المشكلة على الاقل لفترة معينة شهرين او ثلاثة اشهر نعم يا رب صوتكم يوصل استاذ محمد مصطفى شكرا للك جزيل الشكر وحمد محميد شكرا للك يعطيكو الف عافية كل النشاطات اللي بتقوموا فيها وهذا الموضوع جدا مهم شكرا لك وفقك المفروض يكون مدرسنا افضل واحسن التسهيلات والامكانيات ايضا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك